حرب دون هوادة خضتها دولة الإمارات ضد حزب الإصلاح طيلة سنوات ماضية آخر هذه المعارك تقديم الإمارات معلومات مضللة للولايات المتحدة حول ارتباط قيادات في حزب الإصلاح بتنظيم القاعدة هذه المعلومات المثيرة للجدل يكشف عنها الخبير الأمريكي في الجماعات المسلحة غريغوري جونسون في تقرير نشره مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية يقول جونسون إن الإمارات أرسلت أكثر من مرة ملفات لفريق الخبراء البارزين المعني باليمن والتابع للأمم المتحدة حول أشخاص في حزب التجمع اليمني لإصلاح لا تحبهم مدعية أنهم أعضاء في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لفرض عقوبات عليهم الخبير الأمريكي يقول إن أبو ظبي كانت تحثن على التحقيق بشأنهم واقتراح أسمائهم على الأمم المتحدة لفرض عقوبات عليهم ولكن كل مرة حققت في أحد هؤلاء الأفراد لم يكن أي منهم عضوا في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يؤكد جونسون كلما في الأمر أنهم شخصيات في حزب الإصلاح لم تكن الحكومة الإماراتية تحبها كعادته الإصلاح لم يبدر عنه أي موقف حتى اللحظة مثيرا حوله الكثير من التساؤلات حول صمته تجاه كل ما يجري لقياداته وكوادره على المستوى السياسي والإعلامي والجنائي وحتى حرب التقارير الدولية ما يضع جملة من التساؤلات حول صمته تجاه هذه المعلومات المهمة والخطيرة والتي أدلى بها شخص كان عضوا في فريق الخبراء بلجنة العقوبات بمجلس الأمن لم تقتصر الحرب الشريسة على الاستهداف المباشر إذن كما جرى في مدينة عدن عبر عمليات اغتيالات وتصفية تبين أن الإمارات تقف خلف معظمها عبر استئجار شركات متخصصة للقتل فقد سبق لأبوظبي أن استأجرت شركات قتلة أمريكيين لتنفيذ عمليات اغتيال وتصفية عدد من خصومها السياسيين أبرزهم القيادي في حزب الإصلاح ضربات قاسية تلقاها الحزب من دولة الإمارات سواء بطرق مباشرة أو عبر وكلائها وبأدوات مختلفة ناهيك عن الاتهامات التي طالته منها أنه كان سببا في إيقاف استكمال التحرير كما يلقى عليه اللوم في إضعاف موقف الشرعية أمام التهالف وهو ما ينسجم مع الموقف العام المعارض لوجود الإصلاح أسئلة كثيرة يعزف الإصلاحيون عن الإجابة عنها